اشتركوا في القناة فوجدت أن الغرفة فيها حرارة وحدة التكييف تبريدها ضعيف والغرفة كأنها فيها ميول للحرارة الإنسان يجلس فيها لا يكون مرتاح فقلت لوالدتي يا أمي ترى الغرفة حارة قالت الوالدة لا يا ابني بالعكس أنا مرتاحة فيها ولا بأس لا مشكلة في الموضوع طبعا قررت ونويت مباشرة أن أخرج إلى أقرب محل للأجهزة الكهربائية وفعلا وصلت إلى السوق ودخلت هذا المحل وكان المبلغ الذي معي يعني بالكاد يكفيني إلى نهاية الشهر لأن هذا الشهر كان عندي التزامات كثيرة ومتنوعة وكانت عندي تقريبا أزمة مالية والمبلغ الذي معي يكفي فقط لشراء وحدة التكييف دخلت المحل وأنا طبعا نيت عندما ذهبت مدام أن هذا الأمر لوجه الله فمتوكل وفرحان في هذا الأمر ومعتمد على الله أمانة يعني بيني وبين نفسي بما أن الأمر هذا صار لوجه الله فإذن الله سبحانه وتعالى سيؤسر للأمر هكذا وقع في نفسي يقينا طبعا دخلت عند البائع قلت له أريد أفضل وحدة تكييف عندك وكان مبلغ الوحدة هو بالضبط المبلغ الذي عندي يعني لن يبدأ تبقى مني إلا تقريبا ممكن عشر دنانير أو أقل أو أكثر لا تكفيني حتى يوم واحد أعطيت الكاشير مبلغ كامل وأقسم بالله العظيم بمجرد أن دفعت القيمة واستلمت الفاتورة مباشرة أتاني اتصال تلفون وأنا واقف عند الكاشير فإذا هو صديق من أصدقائي فقال لي يا أبو سعود المبلغ اللي سلفتنياه قبل عدة أشهر أنا مريت الآن بيتكم وطرقت الباب وخرجي لي والدك وأعطيته الظرف فيه المبلغ فقط حبيت أبلغك وجزاك الله خير وبيض الله وجهك أنت ثم كان طبعا هذا الشخص أنا سلفت المبلغ قبل عدة أشهر على غير موعد يعني قلت له هذا المبلغ متى ما تيسرت معك أمورك ارجع ليه على غير موعد والله لا موعد بيني وبينه وأطال علي عدة أشهر ونسيت أصل الموضوع وسبحان الله يأتي الآن في هذا الوقت وفي هذه اللحظة وفي هذه المناسبة التي أنا خارج بيتي متوكل على الله وأقول أن ربي سيعوضني خيرا ويأتي المبلغ فإذا هو أضعاف المبلغ الذي دفعته طبعا والله العظيم أني فرحت فرح شديد ليس من أجل المال أبدا والله ولكنني فرحت لأني رأيت يعني لطفة الله سبحانه وتعالى وقدرة الله سبحانه وتعالى الآنية اللحظية إن الله على كل شيء قدير أمره واحدة كلمهم البصل الذي أخرج هذا الشخص من بيتي في هذه اللحظة ومعه المبلغ وذهب وطرق الباب وأعطاه والدي بيده وأنا في هذا الموقف إن الله قدير يعني هذا الموقف يجعل الإنسان تزداد ثقته بالله سبحانه وتعالى ويتعامل مع الله تعامل خلاص رأى أمام عينه قدرة الله سبحانه وتعالى وأنا والله لا أقص لكم هذه القصص إلا من بعض الحث على البر نصيح لي أنا أولا العبد المقصر الظالم لنفسي حقا أن نحرص ونجتهد بأن نكون من خير وأبر الأبناء لوالدين ولا نجعل أحدا منهم يسبقنا إليهم والحمد لله رب العالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ترجمة نانسي قنقر